الضرب يعني وأول ما بدأ الضرب في الصوت فقالت له قالوا لها تب تحاولي تخرجي تب يعني خروجي برر بيدان مش لازم تستاني في الخطر ممكن يحصل حاجة فقالت لهم أنا مستعدة لأي حاجة وأنا أنا نفسي أشوف ربنا فكت دايماً كل صاحباتها اللي اتاصروا بيها قالت لهم نفس الكلمة دي أنا أنا نفسي أشوف ربنا فيمكن دي اللي خلتني يعني أنا مش أقول إن أنا مش حزينة أنا طبعاً كأم فقط ببنتها طبعاً في حالة حزن شديدة على فرق بنتها يعني ولكني مستبشرة بيها إن شاء الله بمكانة عالية إن شاء الله يعني إن شاء الله في الجنة بإذن الله في صحبة النبيين والشهداء يعني وكأن بعد الأحداث والمناظر اللي أنا شفتها طول اليوم ومن بعد الفضل اعتصام لغاية الوقت دوت واللي إحنا بنشوفه من الانقلابيين فكأني حسيت إن رب الله سهلها استفاها ويعني وربنا يعني أعراض ليها إن هي تكون في مكان أفضل كتير من الدنيا اللي إحنا عايشين فيها اللي إحنا بنعاني فيها هذي الأيام من حاجات ما كناش نتوقحها أبداً يعني والله أنا استغربت طبعاً يعني إن حتى يعني حتى في الموت يعني حتى في الموت فيه فيه اختراقات وفيه فيه يعني يضللوا الناس يعني تبقى ماتت ويقولوا إن هي وتطلع بنت تقول إن أنا أسماء وإن أنا حية وإن أنا ليه بابا بيتاجر بداني وإن أنا يعني ليه بيعمل ضد مصلحة البلد فيعني حاجة مستغربة يعني ولكن يعني أنه مستغربة في أوقات عادية لكن في أوقات الإعلام بيضلل فيه الناس زي ما شوفنا في الفترة الذاتة فيعني ده طبيعي وعادي إن هو يعمل الأكاذيب ديت يعني فحتى يعني لما يعني بعد استشهد أسماء أصروا إن هي يعني نجبها هنا البيت قبل ما تدفن يعني فحتى لما جات وهي في عربية الإسعاد قدام البيت والناس يعني بدأت تدخل تشوفها يعني وطلق عليها النظرة الأخيرة وصحباتها يسلموا عليها يعني وهي شهيدة وهي في عربية الإسعاد فبعض الناس حتى يعني يكذبوا وقالوا إحنا يعني نعرفين مين اللي في النعش فيعني اتصل بينهم الجوءة على الشهيدة الميتة إن هم يعني يعني يكذبوا إن إحنا بنكذب على الناس وبنمثل يعني للمذبوت بنتنا يعني يعني اتصل إلى هذا الحد يعني والله أنا الأول زعلته بعدين قلت يعني مش مستغرب على الإعلام إن هو ضل للناس وعمل الأباليل والأكذب والشائعات اللي بقى لها سنتين أو أكتر إن هو يعني مش مستغرب منه إن يقول كده يعني فيه ناس يعني يعني مصدقة وعارفة الدور اللي إحنا بنقوم بيه ومستشعرة كويس وفيه ناس يعني يعني الإعلام مغيبها خالص يعني هي لا ترى ولا تسمع إلا ما يقولوا الإعلام في القنوات الفضائية المصرية فبتسبق اللي بيتقادل ليل ونهار لغاية لما يعني أكذيب 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 لغاية لما سبقت فعلا اللي بيتقادل يعني بالرغم من إنها شايفة قدامها واقع تاني خالص غير اللي بيتحدث عنه الإعلام يعني ترجمة نانسي قنقر